عدنا لكم مرة أخرى مشاهدين بعد الفاصل مع الأستاذ باسم أبو غنيمة رئيس قسم التحليل الفنية بشركة عربية أونلاين نرحب بحضرتك على شاشة أزهري بأرقام وأسواق أهلا بك فلن أهلا بحضرتك أهلا بسهد المشاهدين خلينا نبدأ فورا وقبل أن نستفيد بتحليل المؤشرات تبعنا تأجيل فرض ضريبة الأرباح يعني كان حديث الساعة الفترة الماضية الرأس المالية إلى العام المقبل مع التجاوز عن تحصيلها عن عام 2023 هل نستطيع القول أن بعبع الضريبة المتعاملين في البورسة مصر قد انتهت؟ طبعا لأن اليوم اللي نزل فيه خبر أن هما بيفكروا تاني في الضريبة الأرباح الرأس المالية بالفعل السوق شهد ضغوط بقية مكسفة جدا قدت إلى هبوطه فطبعا ما نمشي المخاوف عند المستثمرين دي حاجة طبعا إيجابية وبدليل أن السوق بدأ يرتد فعلا بعدما فيه إعلان على أن الضريبة هيتم تأجيلها وكذا فبدأ السوق يرتد تاني خلال آخر جلستين من الأسبوع اللي فات دي طبعا حاجة إيجابية جدا ومنهم مفترض أن تأجيلها الـ 25 كمان هيدي مساحة للسوق أنه يرتد بشكل أكبر خلال فترة القادمة ودخول العديد من المرسل إذن لو هنتكلم نحن أمام أسعار متدنية جدا للأسهم يا ترى مناصحة حضرتك للمستثمرين حول القطاعات المختلفة أو الأسهم التي يمكن أن حضرتك تنصح باقتناءها فورا كفرصة ذهبية للاستثمار في الفترة الحالية خلينا نتفق أن الموجة التصحية اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي هي موجة التصحية للمدى المتوسط كانت متوقع حدوثها منذ بداية العام يعني وبالفعل الموجة التصحية دي استمرت معنا لغايةها وممكن كمان تستمر حتى كمان حتة صغيرة لكن في الأغلب قطاع العقاري هيبقى من أهم القطاعات الموجودة خلال الفترة اللي جاية طبعا قطاع زي قطاع الأغذية والمشروبات والتابغة ده من قطاعات الديفنسف أو الوقائية في حالة وجود أي انخفاضات تانية خلينا نقول إن السياحة والترفيه والعقارات هيبقى لهم دور كبير بعد اللي بيحصل دلوقتي في رص الحكمة إنها بدأت بالفعل يبقى فيها استثمارات فهنلاقي إن القطاع العقاري هيشتغل وقطاع مواد التشهيد والبناء برضو وقطاع وبعد كده السياحة والترفيه ممكن تبقى دي من القطاعات اللي النص التاني من السنة نلاقي فيها شغل كبير وارتداد كبير على الأسهم وعلى أسعارها وده هيعمل ربحية كبيرة للمستثمرين داخل السوق حتى قطاع التصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات يعني فيه برضو كثير من القطاع دا عندنا في مصر يعني خلينا نقول إن الأسهم اللي شغالة فيها شغالة في الفينانشل تكنولوجي أكتر ومعندناش غير مصارية الصلاة للأسف بس هي اللي موجودة جواه سوق المصري طبعا القطاع وعد جدا بس نظرا لقل تعدد الشركات المدرجة داخل السوق المصري اللي احنا بنتمنى طبعا إن يبتدي التروحات وتبتدي شركات أكتر يبتدي يتم إدراجها في القطاع دا طبعا من القطاعات الوعدة جدا 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 على مستوى العالم كله ومش على مستوى مصري بس هذا بالنسبة للقطاعات ننتقل الآن لتحليل الفني ونبدأ من المؤشر الرئيسي ايجي ايج 30 ما عن تحليل حضرتك للأداء لو هنستعرضه على الشاشة الآن طيب خلينا نتفق إن المؤشر التلاتيني حصل فيه عمليات صحية كبيرة العمليات الصحية دي كانت زي ما قولنا هي عمليات صحية على الأجل المتوسط زي ما احنا شايفين كده احنا كنا وصلنا للقمة عند 34500 بعد صعود طبعا كبير احنا بقيت الاتشارت احنا طلعين من 8600 نقطة نعم وصلنا لل34500 نقطة بدون عمليات الصحية متوسطة الأجل لو هنلاحظ هنلاقي إن التصحيحات اللي كانت موجودة في السوق كانت مجرد تصحيحات على المستوى القصير وبعد كده السوق بيكمل الاتجاه بتاعه اللي هو الاتجاه الصعاد دي أول عمليات الصحية على المدى المتوسط تحصل خلال الاتجاه الصعاد كله وهي خلينا نقول إن بعد الصعود دوات اللي احنا فيه اللي هو آخر جلستين زي ما قلت لحضرتك بدأنا يبقى فيه صعود ده يوم الخبر بتاع الضريبة شايفين إلغاء الضريبة أو تأجيلها يعني القبلية كانت الإشاعة بتاعت إن الضريبة هيتم فرضها بالضبط فحصل هبوط عنيف بعد كده بدأنا السوق بعد إنها خلاص الخبر بتاع إلغاءها بدأ السوق يتعافى مرة تانية صحيح خلينا نقول إن الارتداد اللي موجود دلوقتي في السوق نظرا للحالة اللي هي حالة الاتجاه الهابط على الأجل القصير فطبعا هنقابل ضغوط بيعية عند مستوى الستة وتلاتين ألف تومينمائة وخمسين سبعة وتلاتين ألف وممكن السوق يمتد معنا لمنطقة السبعة وتلاتين ألف وخمسمية اللي عندها هنقابل الضغوط البيعية وهو ده بقى اللي هيبقى الاختبار الحقيقي القاشرية اللي موجودة داخل السوق لو حصل منه انخفاض تاني بعد ما نوصل لمستوى المقاومة غالبا دي هتبقى آخر نزلة في السوق المصري تماما لمدة سنتين جايين فنقول للمستثمرين إن النزلة اللي جاية دي هتبقى فرصة شراء أسعار متدنية جدا هتبقى يعني أنت عندك سنة ونص سنتين أب ترند هتكمل الاتجاه الساعد بقى اللي هو بتاع الأجل الطويل لمدة طويلة جدا فإن شاء الله الناس تقدر تستفيد إنها تقدر تستغل الهبوط ده وتبتدي تشتري مرة تانية داخل سون مصر بالنسبة لإي جي أكس سلاتين لو هننتقل إلى طبعا المؤشر السبعيني ما تحليل حضرتك للأداء وما هي أيضا نقاط الدعم والمقاومة الموجودة في المؤشر لو هنقدر نحلله هنسترده لأنا على الشاشة زي ما احنا شايفين برضو إن سون مصر كله بيمر بحالة صحية حالة صحية على الأجل المتوسط من شهر فبراير بقالنا دلوقتي داخلنا بالزبط داخلنا على النص كمان فالتصحيح ده للأجل برضو المتوسط زي ما شايفين الاتجاه والتصحيحات بتاعته كانت كلها صغيرة لكن أول مرة يبقى عندي تصحيح متوسط الأجل في السور المصر ودي فرصة ده معنى إيه أستاذ باسم معنى إن إحنا لما بنبقى عندنا اتجاه عام صاعد اتجاه long term أو مدى طويل صاعد في الأغلى ما يبقاش فيه تصحيحات كتير بتبقى التصحيح أربع خمس جلسات تلات جلسات وبعد كده السوق بيبتدي يتعافى تاني ويطلع فدي التصحيح على الأجل القصير لكن ده هو التصحيح على الأجل المتوسط بيقعد معنا شهور عيدة جلسات بيقعد بقى شهور بقى كاملة بالضبط كده عن لايه نلايه نزول وبعد كده ما بيقدرش يطلع للقمة تاني وبعد كده بينزل وبعد كده بينزل يعمل قاع أقل قاع أقل معنى الاتجاه هنا عن لايه قيعان أعلى في قيعان أعلى وقمم أعلى ده الاتجاه الصاعد هنا عن لايه بدأنا نلاقي قمم أقل وقيعان أقل فده الاتجاه الهابط فالاتجاه الهابط على الأجل القصير أو الأجل اللي إحنا موتواجدين فيه دلوقتي على الأجل المتوسط احنا من قابل المستوى ده عم مهم جدا اللي هو ما بين ال5500 و ال5500 اللي هي المنطقة دي اللي كانت موجودة في شهر ديسمبر و نوفمبر في سنة الثلاثة و عشرين المنطقة دي منها مفترض ان يظهر المشتري عندها بشكل كبير احنا هنلاقي هنا المشتري بدأ يظهر قابليها ده نتيجة لقوة في السوق الاسم الصغيرة و متوسطة وفي الاغلب اللي ارتداد ده هيودينا المناطق ال6000 و 6200 اللي عندها برضو هنشوف هل القوة الشرائية هتقدر تتغلب بقى على الضغوط البيعية اللي هنا لو ده حصل يبقى هنكمل الاتجاه الصاعد لو حصل اي هبوط تاني يبقى المنطقة اللي ما بين ال5100 و 5500 دي المنطقة اللي الناس مفروض تشتري فيها حضرتك قلت نظرتك المستقبلية في EGX 30 لو تقول لنا نظرتك المستقبلية ايضا في السوق المصري بشكل عام هو صاعد لمدة السنين كتير وكانت الموجة التصحية اللي موجودة دي كنا متوقعين حدوثها لان السوق ما صححش من ساعة من بداية الطلعة فكان طبيعي انه يعمل تصحيح على المدى المتوسط فكرة كلها ان اتساع الحركة التصحية هي اللي عملت شوية تخوفات لدى المستثمرين لكن منها مفترض انها تحصل تصحيح على المدى المتوسط وده كان متوقع وكان متوقع المستهدفات دي وبالفعل هي جت نصحتنا للمستثمرين ان فعلا اي هبوط تاني في اي اسعار اسهم سواء في الاسهم الصغيرة متوسطة او الاسهم القيادية بالنسبة اي ج اكس تلاتين فدي فرصة استثمار للمدى المتوسط ود طويل هيلة جدا اصعار دي غالبا مش هتتشاف تاني لمدة تلات اربع سنين انا اعتبر دي نصحة قوية جدا للمستثمرين في السوق المصير